حسب الدراسة المسيحية نتائج أظهرت بأنه عندنا 13% من السعوديين فقط يسعون لتلقي العلاج للطراباتهم الصحية النفسية في إحدى السنوات من حياتهم بينما 80% من السعوديين الذين شخصوا بالطرابات حادة في الصحة النفسية لا يسعون لتلقي أي نوع من العلاج مخيف الرقم هو على يعني كبرى 80% أمان يمكن يكون حتى أكثر من كذا الحقيقة فعلا والأسباب طبعا كثيرة هما ما يطلقون العلاج لأسباب كثيرة ما في شك أنه رقم واحد الوصمة الإحساس بالخجل الخوف من أنه الناس تطلق عليه كلمة مريض نفسي أنه الخوف تأثير هذا على حياته الاجتماعية على حياته العائلية على مستقبل العائلي على حياته العملية على كل شيء ففي تردد تردد كبير جدا يعني كثير من المراجعين والمراجعات يقول لي أنا هذا رابع موعد آخذه الثلاثة اللي قبل كل مرة كنت يعني أكانسل على الآخر وأجي بس هالمرة مو بقادر أصبر وجيتك يعني من الأسباب أن الناس يمكن ما عندها ثقة في العلاج النفسي ما تعتقد ماذا يوصلهم إلى المرحلة؟ أنه ما عندهم ثقة ما عندهم ثقة أكثر شيء يوصلهم هذه الأيام المعلومات الخاطئة اللي تدور بين الناس سواء عن طريقة التواصل الاجتماعي أو حتى اللي الناس تتكلم فيه الناس ما تتكلم عن خلينا نقول الأمثلة الإيجابية الأمثلة الناجحة الناس تحب دايما تتكلم على المشاكل الإنسان كثير من الناس يرتاح لما إذا هو عنده مشكلة يتكلم عن مشاكل غيره المتردد اللي يجي الطب النفسي لما يجي يسمع أن أحد راحه ما استفاد يجي ينبط وتقول معنات أنا صح فيجي يقول للثاني هذا راحه كذا الأدوية سوت فيه كذا التقرير عمل فيه كذا ما تزوج ما تزوجت كل الأمور هالي هالي تخلي الناس هالي جزء من الأشياء اللي تخلي الناس تتردد يعني التاريخ يعني المعلومات عن الطب النفسي هو تاريخ مش كثير محفز للكثيرين يعني ذكرتها مرة أنه أنه العلاجات سابقاً فيها خنق وفيها حبس وفيها ضرب سابقاً جداً طبعاً قبل العلم الحديث بعدين صار فيها أدوية كثير منها تأدي إلى نوم كثير تهدئة كثير تخدير كثير أعراض جانبية أعراض جانبية قوية جداً بس تقريباً يعني من خلينا نقول من نهاية سابقاً بداية الثمانينات بدت تجي عندنا أدوية أعراضها الجانبية مش أكثر من الأعراض الجانبية حق الأدوية يعني حق الباطنية ولا القلب ولا غيرها وكثير من الأدوية أصلاً الإنسان عايش حياتها مئة بالمئة بدون أي أعراض جانبية كثير صراحة فكل هذه الأسباب تأدي أن الناس تتردد تأتي للعيادة